اقام معالي الشيخ فواز بن محمد الخليفة عميد السلك الدبلوماسي العربي في لندن سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة حفل استقبال مجلس السفراء العرب لعضاء حزب العمال في المؤتمر السنوي الذي اقامه الحزب في مدينة ليفربول شهد الحفل مشاركة عالية المستوى من وزراء في حكومة الضل البريطانية من السفراء المعتمدين لدى المملكة المتحدة وعددا من البرلمانيين من حزب العمال ومجموعة من السياسيين والصحفيين المشاركين في المؤتمر بهذه المناسبة رحب معالي السفير في كلمته الافتتاحية بالحضور مشيدا بالدور المحوري الذي تتخذه المملكة المتحدة في دعم وتعزيز الامن والاستقرار في العالم وبالتعاون الوثيق بين الدول العربية والمملكة المتحدة وتعقيبا على الاحداث الراهنة في الشرق الاوسط اكد معالي السفير اهمية ادانة جميع اشكال العنف والتركيز على تجنب التصعيد في المنطقة داعيا جميع الاطراف للتهدئة وحماية المدنيين والامتثال لمتطلبات القانون الدولي والانساني كما قام سيد وين ديفيد وزير الضل الشرق الاوسط وشمال افريقيا عضو البرلمان البريطاني بالقاء كلمة اشار فيها الى ان العلاقة التي تربط المملكة المتحدة والدول العربية هي علاقة وثيقة تشارك في العديد من الامور ذات المصلحة المتبادلة بدوره القى السيد افضل خان وزير الصادرات في المملكة المتحدة وعضو البرلمان البريطاني كلمة اعرب فيها عن اسفه للاحداث الاخيرة في الشرق الاوسط مشددا على اهمية التعايش السلمي بين كافة الاديان من جانب اخر حثى اللوردمان مستشار مستقل لمكافحة معادات السامية في كلمته على اهمية نشر رسالة ومفهوم التعايش السلمي بين الديانات في كافة الظروف والحالات بغض النظر عن الاختلافات السياسية هذا وقد القى الدكتور حسام زملط رئيس البعثة الدبلوماسية الفلسطينية لدى المملكة المتحدة كلمة اعرب فيها عن امتنانه للحضور المشاركين في الحفل رغم الاوضاع الراهنة ومؤكدا على ضرورة قيام المملكة المتحدة باتخاذ التدابير اللازمة لاجاد حلول عاجلة للقضية الفلسطينية